أهلا بحضركم من جديد وفقرة تريند الأهلي راجعين بقى بعد شهر رمضان وفقرات برنامج تريند وعنا نتخل أكتر في تفاصيل السوشيال ميديا ونشوف إلي تكتب على الأهلي خاصة الساعات الأخيرة كان فيه قضايا شائكة وبالأخص مباراة وفاق ستيف لقاء العودة وأيضا كمال حديث على مباراة نهائي إفرقية طيب نروح لحساب اليوم السابع وحساب اليوم السابع على تويتر كتبه إن موسيماني يجري تعديلات على طريقة لعب الأهلي بموقعة العودة أمام وفاق ستيف يمكن الزملاء في اليوم السابع قالوا إن فيه رغبة من بيتسو موسيماني في تأمين منطقة وسط ملعب الأهلي بالسلاسي حمد فاتحي وقاليو ديانج وعمر السلية حال تأكد مشاركة السلية بعد تعافي من الإصابة ده عشان يبقى فرصة إن يمنع أي خطورة للفريق الجزائري خاصة في منطقة وسط الملعب وكمان عشان يستفيد من نتيجة مباراة الزهاب انت كسبان أربعة فلا قدر الله ستيف عشان يتأهل الحساب الأهلي محتاجي يكسب خمسة صف وده بالتالي لو أنت قدرت تعمل تشكيلة متوازنة وفيها أدوار دفاعية وكسافة عددية تقدر تغلق المساحات تقدر تعمل مباراة كبيرة ولعل لو عسى ترجع كمان كسبان من ملعب وفاق ستيف في الجزائر خاصة إنه وفاق ستيف ما بلعبشنا ملعبه يا جماعة طول البطولة وفاق ستيف في المباراة دي هيستمر أيضا على ملعب خمسة جولية ملعب نجيل طبيعي ومحدش يجي يقول لي هو ليه ستيف ما لعبش في ملعبه ليه ستيف لعب في العاصمة ستيف طول البطولة بيلعب في العاصمة أنا عارف الناس هتيجي يوم المتش وتقول لك بص المجملات أنا عارف في ناس لما بتشوف الأهلي في المراحل دي بتتعب شوية لا ستيف طول البطولة كان بيلعب في ملعب خمسة جولية لأن ملعب ستيف غير مطابق للمواصفات تمام طيب نروح ليه حسابي يلا كورا وبتكلم عليه أن مدرب ستيف بيتكلم على مباراة العودة ونتيجة لقاء الزهاب قال مدرب ستيف وهو بالتأكيد بيقدر الأهلي جيدا قال لن نستسلم أمام الأهلي ومسيماني فعل مثل مدربي أوروبا رجل أنا حضرت المؤتمر الصحفي عقب المباراة وقال لك ماذا سأفعل أنا بلعب قدام أكبر فريق في إفريقيا فريق أنت بتقدرش تتكلم على عنصر أو اتنين من أبرز عناصره الفريق كله فريق جماعي المباراة بالنسبة لي صعبة جدا حاولت أرجع لنسيجة كذا مرة بس الأمور كانت صعبة فهو بيتكلم أن قدر الإمكان مش هاستسلم وده طبعا طبيعي ما ينفعش يقول لي لعبت وانا خلاص خسرت وخرقت بقى بتالي ما تلعاش المطش فبيقول مش هاستسلم وبيتكلم على المسيماني قال مدرب عمل زي مدربي أوروبا الرجل واخد مع الأهلي اتنين دورة أبطال إفريقيا ووحدة مع سانداونز على حساب الزمالك بيسعى للسلسية مع الأهل والربع بالنسبة لي عمل أرقام قياسية مع الأندية خلال الفتر الأخيرة في القرى الإفريقية بيقترب على فكرة بنفس الأرقام زي زين الدين زيدان لما عمل أرقام قياسية مع ريال مدريد في سنوات تسابقة طيب حساب الجول بيتكلم على مصدر في الكاف توزيع التذاكر نهائي أبطال إفريقيا بالتساوي بين طرفي المباراة إذا لم تباع كل تذاكر أحد أطراف النهائي سيتم طرح باقي التذاكر المتبقية للبيع لجمهور الفريق الآخر طيب بصوا معايا عشان تأخذوا مني المفيد في الموضوع ده ماشي نهائي دورة أبطال إفريقيا منذ أن تم إقرار هذا القرار أو هذا الموقف أن النهائي من مباراة واحدة خدوا بالكم الليحة لما تعملت في 2019 في قرار مكتب تنفيذ في شهر 7 ما تقلش الملعب يبقى محايد أو الملعب في مكان معين قال لا النهائي مباراة واحدة بس بس المعيار اللي الناس اللي لازم تشتغل عليه هو ملعب محايد فبالتالي لما عمل الليحة وقتها ما ذكرش فيها التذاكر ولأنها واحد تسويقية الخاصة بالأندية هي مباراة ملك الاتحاد الإفريقي بيسند التنظيم فيها للاتحاد الأهلي اللي هينظم المباراة وبيتم الاتفاق على بعض التفاصيل وبيتم عرض ده على الناديين اللي هيشاركوا وهنا الناديين المفروض زيهم زي بعض أمام الاتحاد الإفريقي أنت بتطلب نسبة من التذاكر الاتحاد المغربي اللي هينظم مثلا ليه نسبة من التذاكر وفريق المنافس الآخر ليه نسبة من التذاكر في النهاية ما فيش ليحة واضحة تقولك أنت ليه 50% من ساعة الملعب لأن على فكرة ما حدش في الاتحاد الإفريقي يديك الضمانة أصلا جوه الملعب أنها تبقى 50% ساعة الملعب لكل فريق على حساب الآخر لكن نخلص مرش السبت والكلام ده هنهجيبه بالورق وعشرها لحضراتكم اللي هيحصل ده إذا المباراة فضلت في المغرب خلال الفترة اللي جاي طيب نروح كمان لخبر مهم جدا متعلق ببيتسو موسيماني وإحنا في ماماعة البطولات ورحينا على نهاية دور أبطال إفريقيا حساب رسم البطولات على تويتر بيقول بيقول أن موسيماني يستهدف صفقتين هجميتين من جنوب إفريقيا بـ 40 مليون بيتكلموا على سامير نوركيفيتش لاعب كايزاري تشيفز اللي ما بيلعبش وشبه يعني خلاص هو على وشك الرحيل بدون مقابل أصلا وبيتكلموا على بيتر شالوليلي المهاجم النبيبي اللي موجود في سانداونز الذي لن يعرض للبيع وهيستمر في سانداونز للسنوات القادمة والصفقة دي أصلا غير مرشحة للأهل لكن خبر في تويت ممكن عشان يكون مهم بالنسبة للسوشيال ميديا ولايك والشير خلال الفترة الأخيرة أخرج للفترة